بعد أن تجاوز عمرها الخمسة وستون سنة الحاجة حبارة من بلدية عين الخضراء بالمسيلة من مدارس محو الأمية إلى اعتلاء طموح نيل شهادة البكالوريا مسيرة خطتها الحاجة بكل عزيمة وطموح من أجل تشجيع الأحفاد وضرب مثال في المطابرة والنظال رفقنا الحاجة حبارة إلى مركز إجراء امتحان شهادة البكالوريا وكلها عزيمة وإصرار بل رزانة وهدوء في سبيل نيل العلا وتحقيق النجاح طاقم تربويون في مركز الإجراء وقف كله وقفة احترام وتقدير أمام نظال ومثابرة للحاجة حبارة التي اعتلت مراتب العلم لنيل شهادة البكالوريا من محو الأمية إلى مركز الإجراء بثانوية محمد شريف مسعدية مترشيحة شعراوي حبارة التي عملت أمانة المركز على توفير جميع الشروط لجميع المترشيحين من بنيها هذه المترشيحة التي وفرنا لها جميع الوسائل المادية والبشرية هكذا هي الحاجة حبارة هادئة رزينة مرحة لم يمنحها زوجها من مزاولة الدراسة بل شجعها وحثها على نيل المعارف والنجاح الحاجة قال لي وركي رايحة لما كان شروح نحر سكعوتينتي راح أتأدي الباك وانا قاعد واليومنا نتمنى شاء الله نقدم الرسالة لولادي لعاونوني وزوجي ثاني هذا الحاج تاني منهرنيش على لقراية ما يقول ليش وركي رايحة يعني راح عاطيني الفرصة لكل حالة بتهرنا بهذا المترشيحة اللي رايح في سنة متقدم ورا عملها معاملتها يعني معاملة خاصة تبقى الحاجة مثال يحتذ به في المثابرة والاجتهاد ومرأة حطمت قيود الأمية واعتلت مراتب العلمي بين أقرانها من جيل اليوم وأحفادها